وقد ورد سؤال للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى إسلامية فيه ما حكم القول عند التهنئة مبروك مع ما يقال إنها مأخوزة من البروك كأن تقول برك الجمل وليست بمعنى مبارك الذي هو من البركة فرد قائلا النفذ صالحة بأن تكون من البركة لأنه يقال هذا مبارك من الفعل الرباعي بركة ويقول هذا مبروك من بركة ولكن العامة لا يريدون بها إلا البركة وهو بمعنى مبارك في اللغة العرفية ولا أظنه من حيث القواعد الصرفية يصح أن المشتق من بركة مبروك لأن بركة فعل لاذم والفعل اللاذم لا يصاغ منه اسم المفعول إلا متعدي بحرف الجر وهي تستعمل بغير حرف الجر كما هو معروف عند العامة وإذا كانت مادة الاشتقاق موجودة وهي الباء والراء والكاف التي هي أصل حروف البركة فلا أرى مانعا أن يقول القائل مبروك بمعنى مبارك من فتاوى إسلامية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى